وصلنا لفقرة الرياضة والنهاردة انتهى كأس العالم للأندية منذ قليل ريال مادريد هو بطل كأس العالم للأندية أفضل نادي في العالم طبقاً لبطولة كأس العالم للأندية الفضية خدها الهلال السعودي البرونزية خد فلامينجو البرازيلي بعد فوزه على النادي الأهلي 4-2 والأهلي خرج من التصنيف الثلاثة الكبار بقى الرابع الحقيقة انها مباريات مهمة بتقدر تعرف فيها انت فين وسط الكبار يعني مش كفاية ان احنا نقول نحن نادي الكبار نحن نادي الاقليمي نحن نادي الافريقي احنا اسياد افريقيا الكلام ده كلام كبير احنا بنحب نقوله لنفسنا لكن نيجي بقى ننزل في الملعب ننزل على الارض عشان نشوف احنا مين احنا فين هتكون فقرتنا النهاردة اسمعوا لي ان انا ارحب به ضيوفي اولاً كابتن تامر ساقر المحلل الفني لقنوات اون تايم سبورتز وزاملنا آسر حسين المحلل الرياضي ايضاً وحبتدي بكلمات سريعة متلخيص من الكباتن ونبتدي نشوف بعض المعلومات وبعدين نرجع بقى نتكلم بتحليل اكثر معمق تامر تحليلك هل كان الريال مدريد يستحق لحليلك على المطشين النهاردة؟ لا يعني هنتكلم عن المطشين نتكلم عن الفاين الريال مدريد كان يستحق يعني شوفنا المباراة الريال مدريد متسايد الهلال وصل 3-4 فرص يقدر يجيب 3 اهداف ولكن طوال المباراة لا بين الفارق ما بين الريال مدريد وريال مدريد في الفاين ما كانش هيهرج يعني كنا عارفين بالنسبة كبيرة ان هو هياخد البطولة بالنسبة للأهلي ده بقى المطش اللي زعل انا شايف ان الاهلي اضعها فوز سهل جدا النهاردة كم فرص كبيرة جدا اضحها اخطاء فردية سازجة جدا فكتشاف ان الهاردة الاهلي كان يستحق ان هو ياخد بلونزايا عيسر ريال استحق المباراة طبعا يعني عزانا الوحيد نهل لقدم مباراة كبيرة وانه تالت فريق عربي الفضية بعد رجاء العين طبعا زي ما كان كابتن تامر بيقول يمكن الهلال الريال تسايد اللقاء وعكس مباراة الآلي اللي احترم قوي من برا الخطوط كولر وانشوط محترمين بعض جدا فالتنين دخل في سقونة المباراة متأخر الريال نازل المرة دي عايز يسجل من اول دقيقة حتى تريحة انه بنزيمة ينزل المطش ده كله داخل الاشرس بكتير يحسب للهلال انه ما رماش الفوطة لما جاءتوا الفرص قدر يستغلها عكس النادي الآلي وعنده لعيبة اللي بالكواليتي معين وبإمكانيات معاناة قادرة تخلص وده اللي حصل في المطش وقربت النتيجة بعد ما كانت رايحة فاربعة واحد رجعت لخمسة ثلاثة النادي الاهلي النهاردة المباراة طبعا بعتقد ان كل حاجة كتمشي عكس النادي الآلي في لعيبة كتير عامت اخطاء فرديزة كابتن تامر بيقول لكن يعني لو نقولها بلغة لغة الدرجة المصرية وكده اللي حصل بجد ككورة ان كورة كشرت فوش نادلالي النهاردة لما ما بتسجلش في وقت معين الكورة بتقلب عليك فعلا كورة بتدي اللي بيديها اما بعندي فرصة يا أستاذ الميس النقت للمباراة حتى وانا عشر لعيبة والاهلي تعود على المباراة البطولية دي كتير يلعب لبعد التسعين يلعب بعشر لعيبة وبيكسب لكن ما تجيلي فرصة نقت للمباراة ما عملش كده بكل رعونة وتهاون لازم تتيني تيجى ان انا ما خدش البرونزية التالتاعة طيب خلينا نشوف بعض المعلومات انا عايز اقول بس ان النهاردة فقط كان فيه 14 هدف يعني احنا بنتكلم فيه غزارة تهديف ودي بتدينا نشوفها من كأس العالم فيه 14 هدف في يوم واحد فيه مبارايتين يلا نبتدي نتعرف على المربع الزهبي النهاردة آسر طبعا ما فيش نسخة شارك فيها أستاذ الميس ريال ما كسبهاش من أول 2014 لحد طبعا سلسات تاريخية اللي خد فيها دوري ابطال اوروبا 2016 2017 2018 كل النسخ اللي دخلها خد دوري ابطال اوروبا يعني بنجاح شديد جدا والنهاردة النسخة لما استعاد بطولة دوري ابطال اوروبا من بعد رحيل كريستيان نورالدو استعادها دخل النسخة دي وهو مركز انه ياخد البطولة كمان كان عنده دوافع مهمة جدا انه لسه خسران السوبر الاسباني كلام على ممكن انشلوتي تبقى دي نهاية الرحلة فداخل لا انا اخد لقب قر جديد طبعا ده ده المشوار مع الاهلي دايما بطل اوروبا بيلعب بالسامي فانل مراد استضامن البطل اوروبا ويعني زعيم الكرة في العالم وطبعا فوزوا على الهلال النهاردة وتحقيق الزهبية